اشتركوا في القناة 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 الولد. ما في شك انه مروان غنى فترة مش هينة. يعني فترة طويلة كموال. من دون اغلاط بظن. تقريبا من دون اغلاط. هاية شغلة حلوة كتير. بس كنت انا بفضل يطلع وينزل ومتل ما قلت ماري فرجينا مدى هالصوت ياللي اسم الله قلع طيال وياللي عم نشوفه. يعني عادة وعم نسمعه. عنيف شوي كمان هالموال. يعني كمان هالشباب لازم يعرفوا كيف يختاروا الكلام من قبل. من كم سنة قبل. كان الفن ينكتب اعنف من اليوم. يعني مثلا اليوم صار فيه اهتمام اكتر بالعنصرية. بالعنف. يعني اذا اوقات تسمع مثلا حتى في دول عم بتغير نشيد الوطنة طبعها لانه بتحسوا مثلا عنيف نسبة لليوم. يعني بخوف كان نحنا عم نعيش هالوضع اليوم بالدول العربية ودبح وقتل وتقتيش ايدان. كنت بفضلي يفرجينا بالاخر ايفال شي احلى من هيك. فيه امل اكتر من هيك. بيشبهوا لقيلو هالمروان الشاب اللي منشوف فيه نجم للمستقبل. بالنسبة لا ايفال ماروان اكيد كنت بتمنى عليه انه ما يغني هيك اغنية قدام طفل من الاس او اس. كمان تحية للاس او اس. ولكن اكيد هالمؤسسة عم تهتم بهالاطفال يلي قراد يعدون هن المشاكلون طبعا. وعم بيجربوا يتخلصوا منها او بالاحرى الجمعية عم بتحاول تساعدون تا يتخطوا هال يمكن الصعوبات يلي موجودة بعيالون. فبالتالي كنت تمنيت على ماروان لو لو فكر نكز شوي اكتر وما غنقى هالاغنية قدام الطفل تايو انا بدي احكي عن اشياء عم نشوفها باخر ايفال مش مفروض نشوفها بصراحة قبل ما بلش بالاشياء السلبية يلي مش مفروض نشوفها باخر ايفال بدي ارجع كرر انه اوكي ماروان صوته رائع وعن جد من اجمل الاصوات ولكن هيدا شي ما بيكفي اليوم ضل عم بيغني تقريبا خمس دقايق ما في اي كونتاكت يعني ما ارجعنا لشغلة بدئية انه يتواصل مع الجمور عنده بعض نقص بالنسبة للتواصل مع الجمور المويل يلي اختاره بغض النظر اذا كان لازم يختاره او لا هو مويل بيخبر قصة وهالقصة فيها مراحل وفيها عنف وفيها حزن وفيها ناس كتيره هالقصة انا ما فرجيني بولا لحظة القصة يعني ما شفت الصور لبي عيونه لبي حركاته كل الوقت على بعد خمس دقايق مروان عم بيغني واصبيعه مسكرين يعني واقف ومسكر ايدي فبالتالي يعني هول الاغلاط البسيطة بس منا بسيطة بقى بها المرحلة هول الاخلاط هولي لازم يتخلص منها مروان ليقدر يكتسب خبرة اكتر بالنسبة للتواصل مع الجمور هو الاداء الانتربريتاسيون طبعا المويل يلي خلينا نحس بالرتابة او بالمنوتوني لانهو ملون لمن ما بيلون بالايداء لمن ما بيلون يعني بين البسمة الدحكة العبسة يمكن العنف كل مرحلة من هالقصة فيها خصوصية فيها جو خاص فيها هو عيشنا كل القصة بنفس الطريقة فبالتالي بدي انتو رشوف غير تليميز تنشوف اذا رح يقدروا يطربونا أنا صوته اكيد بيطرب ولكن الإفال ككل حزني ما انت رابط عادة بس يكون في عنا موال يكون في قصة من هالنوع لازم يكون فيه الغناء بدي يكون بشكل تصاعدة لان متل ما بالقصة في حبكة وبنهاية في حل عادة بالموويل اللي بتتغنى من الموويل اللي بيقولها وديع الصافق أو اللي بيقولوا كل اللي يغنوا موويل لبنانية كان في عنا هالخط التصاعدة بالمغنى اللي بيشبه الخط التصاعدة بالمعنى اليوم انا حسيت هدا موال عتيق يعني عتيق متل ما هو قيل عن جاد سامع من بيق أو من جدق أو يعني مبين هالشي من قلال طريقة المغنى يعني متكأنه عم يحدق حدق يعني متكأنه عم يقول حدق أو شي هيك والمعنى طبع الكلمات كانت هيك فعلا من قاسية وقديمة يعني فيها هيدا الأسابة اللي نحكي عنا لا شك إنه مروان من الأصوات اللبنانية الحلوة واليوم بيّن هوية لبنانية بصوته وقت أخذ ناط وقت حدا عطي ناط من بره قلت أنا بدي يكون أكيد في شي مطرح بدي يعلى أكدر مروان معرفة ليه ما مفرجينا هيدا الرجيستر الكبير اللي عنده إياه اللي هو بيتميز فيه يعني بين الطلاب كمان بدي أضيف إنه شفت نفس الصوت من أول الموال لآخر الموال ما شفت نهاية ما عرفت شو صار إنه بالآخر يعني كان كل الوقت عم بنفس الواتيرة مظبوط وما شفت بالنهاية ولا غنائية ولا لحنياً ولا مقبل معنا هيدا الشي بيدل إنه الطلاب صحيح إنه قاعدوا معنا أربعة شهر واكتسبوا كتير أشياء من الأشياء اللي اكتسبها مروان هو الهدوء بالأداء هيك منحسوا صر أهدى بطل كتير عم بيزت عرب ولكن من القصص الكتير مهم اللي لازم يكتسبوها هي كيفية اختيار الأغنية المناسبة بالوقت المناسب يعني يعني هيدا وقت كتير مهم بالنسبة إلون اليوم الإفعال بشوف كان لازم يختار شي مع الموال مثلاً غنية يضيفها أو يغير شوي تيفرجينا أكتر إشياء ممكنة موجودة عنده بلطافة وبهضامة ومن دوم ما يكون أوفر بس ما بعرف هو إذا ضاع بالاختيار ما بعرف إذا تأثر بوجودتيو ما بعرف إذا تلبك بأنه هيدا آخر مرة وبتأعمل أحلى شيء يعني إن شاء الله بالحياة فيما بعد تكون اختياراتهم أفضل ويعرف فيغن الأشياء المناسبة بالأوقات المناسبة